اهلا وسهلا بكم زيكم متابعين قناة الورشة طبعا مع دخول الفصل الصيف بيرجع الوطن العربي كله يشغل مراوح السقف مراوح السقف كانت مركونا فترة طويلة اللي هي فترة الشتاة وبالتالي لازم قبل ما نشغلها نخلي بالنا عشان ما نتعرضش لسقوط مراوحة السقف وبالتالي اهترتب عليه حوادث مراوحة السقف لو انت بتسمح صوت اثناء دورانها الفيديو بتاع النهاردة مشيف لكتير لانها كده عاوزة او المشكلة اللي بيترتب عليها سقوط مراوحة السقف لو لاحظت ان مراوحة السقف بتتحرك حركة ترددية كده وهي بتلف ده خلي بالك انظار شديد جدا ان المصمار اللي رابط مراوحة السقف فيه مشكلة ولازم تغيره وهنتعلم في الفيديو العامل ان شاء الله اللي بعد الانترو ازاي نغير المصمار اللي ماسك الجزئية دي او المسؤول عن الحركة ترددية كمال هنبع على حاجة مهمة لازم لو سمعت صوت من مراوحة السقف ما ينفعش ان نحط زيت لان الزيت كده كده مش هيعمل نتيجة هيعمل زي نظام مسكن وهترجح تشتغل تاني فلازم هنا نوديها لحد او نفكها او نصلحها ونغير لها البليتين اللي موجودين جواها عشان نتخلص من الصوت ده كمال الصوت ده بيكون برضو انظار شديد ان ممكن المراوحة تسقط لان الصوت ده معناها احتكاك والاحتكاك هنا هو عكس حركة الدوراء فالمراوحة بتلف وفي الجزء بتاع البلي يمسكها فالمصمار اللي في النص ده هو بس اللي متحكم في او اللي رابط ما بين الاثنين فهي بتلف كده والبلي واقف مكانه فالمصمار اللي موجود في النص بيبدأ يتاكل طب ما تيجي نشوف يلا نشوف الفيديو وهقول ليك ازاي نغير المصمار ده عشان نريح دماغنا ونكون في امان ان شاء الله بعد الانترو نبدأ نشوف الفيديو العملي زي غير المصمار اللي مسؤول عن سقوط مراوحة السقف ولازم تراجع المصمار ده قبل الصيف مراوحة او ثلاثة هاتسلم نظيف كده ولفها المراوحة بتاع الشقة شوفوا المصمار ده شكل وعمل ازاي لان وارد تلقيه بالمنظر ده واذا لقيته بالمنظر ده ده خلي بالك انظار سيئ جدا يلا بنا نشوف الانترو عشان ما اكترش عليكم ونشوف الفيديو العملي بتاعنا وان شاء الله نستفيد من بعض موسيقى 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 ده شكل المراوحة بعد ما فكناها هاتس مكان اللي هتركب فيه المصمار الجديدي اللي اتكلمنا عنه ده شكل المصمار وطبعا ها فكنا المراوحة المراوحة يفكها سهل يعني مش حاجة صعبة نراكبنا المصمار طبعا بيتراكب وردة قبل ما قدراكبوا المصمار زي ما انتو شايفين كده وهنبدأ واحدة واحدة نراكب الصوميل آآ الخاصة بيه ونشوف مع بعض الوقت. طبعا المصمار ده يا جماعة مهم جدا. المصمار ده لو قدر الله حصل فيه زي ما شفتم في المنظر اللي انا وردتها لكم في الاول ده. ده اكيد ما راح بتأساء فاتع بسبب المصمار ده. طبعا عشان نربط المصمار زي ما شفته بحط وردة قابليه وردة بعديه وردة مشقوقة قابليه وردة بعديه عشان اتطمن انه مش هيفك تاني لوحده. وبمسك المصمار من ناحية بالنسب تحتي وبربط من ناحية بمفتاح. اتعاود ما تربطش المصمار ده بمفك لان المفك يا جماعة اه ضعيف مش هيتحمل معايا الرباط. يعني هيربط بس لحد ما يبدأ السن بتاعه يهرش وانا كده هقول ايه انه نشتغل. كمان الحاجة المهمة اللي انا بحطها دي اللي هي ايه اللي هي التيلة. التيلة المسؤولة عن ان لو السامولة حتى فكت المصمار ما يقعش. وابدأ اخد بالي منه. لو المصمار ده حتى مفكوك شوية يا جماعة بيعمل مشكلة معانا خلي بالكم معنا. ايه هي المشكلة اللي بيعملها المصمار ده? ان بتلاقي المراحب تبدأ تتحرك التحركات. طبعا كنت فاكك السلوك عشان هبدأ دولاتي هجمعها من تاني عشان آآ يكون افضل. كمان هوصل التوصلات. طب ليه انا بفك التوصلات دي او ليه بعمل كده? عشان لو فيه اي ترصبات على السلوك ابانا كده وصلتها من جديد. فالمراحب تحتي تشتغل لفترة اطول وبطريقة افضل بازن الله. هنشوف مع بعض دولاتي لو حابين تكملوا معنا الفيديو هنبدأ نربط السلوك بتاعتنا. طبعا هو بيكون فيه طرف مشترك مع الكهربة وطرف بياخد كهربة مع مكسف وطرف بياخد مكسف بس دي الاطراف اللي طالعة من المراحة. وهبدأ اوصلهم مع بعض من جديد زي ما شفنا كده مع بعض. علشان المراحة بتحتي تكون جاهزة على التركيب وما فيش اي قلق منها. وبابدأ اجمع تاني الاجزاء بتاعت المراحة بعد ما باجمع على السلوك اللي انا ربطها دي بالبلاستر. وبعدين هرجع لك من المراحة تاني وهتشوفوها ان شاء الله. يعني الخطوة دي ممكن يعني تحمي حياتك وتحمي حيات أسرتك. او على الآل يعني لقدر الله لو ما حصلش اه ان حد يتضر منها. بس ممكن تقع في الشقة على شاشة التليفزيون تكسرها. او على نيش تكسر الاجزاء بتاعه. يعني اكيد هيحصل ضرر بسبب سقوط المراحة دي. وده كله هيكون بسبب المصمار اللي انت شفتوني في الاول ده بغيره. طبعا فك المراحة من السف يا جماعة عملية سهلة جدا. هو انا بس بجيب سلم وببدأ افك السلكين اللي وصلين للمراحة من السقف بقطعهم وبعدين بطلع المراحة من القاش بتاعها وبنزلها تحت ويفضل اني بعد ما غير مصمار اعمل اللي انتم شفتو ده برجع اوصل الاسلاك تاني من جديد عشان لو فيه سلك ضعيف سلك مهوي فيه سلك فيه مشكلة ابقى انا كده اتطمنت بعد ما ركبت دول هركب الغطاء بتاع المراحة. انا هنا فاكك الكمان الريش عشان تشوفوا معايا بالافضل. احنا في العموما بنفضل ان احنا نفك الريش ونحطها في الكيس بتاعها ونشيلها من من الفصل الصيف وتفضل محافظة على شكلها كأنها جديدة بالزبط. يعني لما تشتري مروحة جديدة حافظ على الاكياز بتاعت الريش. علشان لو حبيت في الشتة تفك الريش بتاعت المروحة وترجح تركبها تاني تركبها كأنها جديدة. ويا سلام لو عملت كده كمان وشيلت العلبة الكارتونة كلها والتحتفظ بيها ان شاء الله علشان يعني بعدين لو احتاجتها هتلاقيها. هدى دلوقتي اركب الريش بتاعتي وهنشوف مع بعض ازاي بجمعها. ازاي من شايفين هي كلهم بيركبوا بمصمار عشرة. وهركب الثلاثة الريش. دلوقتي بعد لما جمعنا الريش بجعتنا هركب الغطة ده اللي بيركب من فوق وهرجح كمان اركب الآيش بتاع المروحة في مكانه عشان تكون جاهزة اني يعلقها في المكان المخصص لها. المروحة بتاعتي جاهزة دلوقتي على التركيب. مش بقى غير اني اروح اركبها في المكان بتاعها. اريكم دلوقتي المروحة طبعا بعد ما ركبناها. هذه المروحة بعد ما ركبناها ورجعت شكلها جديد كمان. وكمان حافظنا على الاهم حاجة يا جماعة المصمار اللي قلنا عليه ده. وهذه المروحة بعد ما اشتغلت. تبقى ثابتة مفيش موضوع انها تلف ترددي او تلف الكلام اللي احنا شفناه في الاول ده. شكرا لكم. زي ما شفتم معي في الفيديو العملي ازاي غيرنا المصمار اللي كان عامل المشكلة في المروحة. وجمعناها كلها كمان وربطنا على السلوك تاني من جديد. وزي ما قلت لحضراتكم يفضل اثناء فصل المروحة في فصل الشتاء انك تقلع رياش وتشيلها في الاكياس بتاعتها. عشان لما تجي تركبها تركبها نظيفة زي ما هي. وما تحتاجش انك انت تغسيلها بسيل كل حاجة وتباوز شكلها وتباوز منظرة. شكرا لكم مرحبا تبعدكم وشككم في فيديو جديد على قناة الورشة. ما تنسوش تدعمونا بلايق وتعليق كويس وكمان نعمل شيري الفيديو. اشتركوا في القناة الورشة.